استناداً إلى بيانات تلوث الهواء من الأقمار الصناعية وبيانات مراقبة الطخص وإحصائيات الوفيات بسبب فيروس كورونا اكتشف العالم يارون أوجين من جامعة مارتن لوثر الألمانية علاقة بين الهواء الملوث بثاني أكسيد النيتروجين ومستوى الوفيات وقد قارن العالم هذه المؤشرات في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وتوصل إلى أن مستوى الوفيات مرتفع بصورة خاصة في المناطق التي لوحظ فيها تلوث الهواء خلال فترة طويلة إلى جانب ضعف التهوية في المناطق المحاطة بالجبال حيث يبقى الهواء مستقراً ومستوى التلوث بالمواد الضارة أعلى ويؤدي وجود ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء الجوي إلى أمراض عديدة في الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية وبما أن فيروس كورونا المستجد يصيب الجهاز التنفسي فإنه يسمح بافتراض وجود صلة بين تلوث الهواء ومعدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد بحسب أوجين ويبين تحليل العالم أنه من مجموع الوفيات 4443 وفاة بسبب فيروس كورونا في 66 منطقة إدارية في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا و78% منها تركزت في خمس مناطق فقط حيث الهواء أكثر تلوثاً